أشهر منطقة زراعية جنوب العراق وهي عبارة عن غابات نخيل كثيفة تحتمي بظلالها أنواع عديدة من الأشجار تحولت إلى أراض صفراء جافة بسبب شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة قضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة الذي يعاني من ارتفاع عمود المياه المالحة في مياه شط العرب والتي تتغذى من ضفافها كافة محطات القضاء أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في محطتي اللبان ومحالة قائم مقام قضاء أبي الخصيب جنوب البصرة إسماعيل العامري قال إن نسبة الملوحة في محطة اللبان سجلت 13 ألف ديكتايل فيما بلغت في محطة محالة 12 ألفا مطالبا الحكومة بإيجاد حل لمشكلة ملوحة المياه في المحافظة الفلاحون في القضاء أكدوا أن الزراعة في القضاء أصبحت مستحيلة بسبب ملوحة المياه ما نزرع ما يمالح حسنا عدنا جريعة كلها ماتت البامية والطرح والهاء كلها مات حسنا لو تشوفها تصورهم كلها ميت كان يسمونها الشد الخوصة نعنا والريحان والفجر حسنا نزرعها السماكوة حسنا نشتريها من الشو أعداد النخيل في البصرة تراجعت من 33 مليون إلى أقل من 3 ملايين خلال المرحلة الحالية بسبب الجفاف وملوحة المياه والتي دفعت الفلاحين في القضاء لهجرة أراضيهم تضرر سكان أبي الخصيب لم يكن بالأمر الهين حيث إن الزراعة لم تكن آخر المطاف بل جفت العشرات من بحيرات تربية الأسماك ونفقت الكثير من الحيوانات الحقلية التي تعتبر مصدر رزق لأغفر